الصبر لا تُنال الإمامة بالدين بساعة أو بساعتين أو بسنين وإنما بالصبر والمصابر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كيف تُنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين بلوغ مرتبة الإحسان صدق الإيمان واليقين بالله تبارك وتعالى وكذلك أيضاً النصر الصحيح التبصر الصحيح الكامل في مراد الله تعالى في أفعاله وكلامه وأقواله سبحانه العلم بالسنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته وخلوقه وقيمه عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلوق عظيم الصبر الصبر لا تُنال الإمامة بالدين بساعة أو بساعتين أو بسنين وإنما بالصبر والمصابر يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون اتخاذ نماذج للسير عليها والاهتداء بهديها لبلوغي هذه المنزلة الرفيعة النظر في سير الأئمة أئمة المسلمين في الحاضر والماضي وكيف كانت حياتهم ويأتي ممن تبوأ هذه المنزلة منزلة الإمامة في الدين والقدوة والأسوة الأنبياء والرسل الأنبياء والرسل لا سيما أولو العزل نوح إبراهيم عيسى موسى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتر إلزم غرز السنة احرص على السنة أيها المسلم المتبع احرص على اتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور الرحيم بعد الصحابة بعد الأئمة والأنبياء يأتي الصحابة أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين علي بن أبي طالب أبو السبطين هؤلاء نماذج العشرة المبشرون بالجنة أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها فاطمة الزهراء الحسن والحسين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار هؤلاء قدواتنا وأسواتنا وينبغي أن نتأسى بهم رضي الله عنه وبعد ذلك جيل التابعين الأئمة الأربعة أبو حنيفة النعمان مالك بن أنس الإمام محمد بن إدريس الشافعي الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام النووي ابن تيمية الإمام محمد بن عبد الوهاب الشيخ بن باز ابن عثيمين أئمة وعلماء هذه البلاد المباركة وعلماء العالم الإسلامي السائرون على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم